صباح الخير حسن وصباح الخير فرح وصباح الخير لأسادة المشاهدين صباح وطننا الجميل من محافظة طباص والأغوار الشمالية بالتحديد من رأس الفارع إلى الجنوب من محافظة طباص والأغوار الشمالية في هذه النافذة سنتحدث عن الزراعة الخريفية التي تعد مصدر مهم لإمداد أبناء شعبنا بالعديد من الأصناف من الخضروات خلال فصل الشتاء ورح نتحدث عن أهم المزرعات التي تزرع في فصل الخريف مع محمد أبو خيزران رئيس مجلس رأس الفارع وأيضا أحد المزارعين تفضل إلى هنا يعني صباح الخير في البداية صباح الخير للوطن الجميل صباح الخير لتلفزيون فلسطين صباح الخير لفخامة الرئيس صباح الخير للوطن كله يعني في البداية بدك تحدثنا عن الزراعة الخريفية أهميتها متى تبدأ زراعتها ومتى يتم قطف المحصول الزراعة الخريفية بتبلش من شهر تسعة وبتطلع هسا أننا إحنا زراعة الصيف الزراعة في الصيف كانت السنة شحيحة جدا وبجزء ما بلاحظ المستهلك وبلاحظ الأسواك أنه كل الأصناف غالية ليش؟ لأن المزارع الفلسطيني اللي العام انتكب واللي كان الفيروس اللي عين ضمر وتدمير وفي مزارعين لغاية الآن مش كادر يحرط أرضه لأن الأسعار اللي كانت موجودة لما كرتونة البصل 25-24 كيلو ب10 شيكل وب12 شيكل وب13 شيكل كمي هاي بتكلف؟ بتكلف من ما تطلع من الأرض لحالة بتتكلف 10 شيكل شو ما ياخذ المزارع من هاي اللي؟ زراعة الصيف كانت وكاننا نعاني مشاكل أنه ارتفاع في الأسعار ارتفاع الأسعار مش... حسنا المشتهلك والمواطن نحن بارتفاع الأسعار وهذا موضوع مهم ارتفاع الأسعار لأنه بلامسوا المواطن الفلسطيني ولكن بدك تحدثنا عن الزراعة الخريفية وانت بتجهزوا الأرض وبتزرعوها لحد ما وصلنا لغاية هاي اللحظات بتم قطف المحاصيل في هذا الوقت هاي الزراعة الخريفية ايه بتبلش من شهر ثماني الاتات الخريف وعندك اللي بتبلش من شهر أربع هي بتكون زراعة الصيف من شهر أربع لشهر ثماني زراعة الصيف الثانية هاي صار عندنا مشاكل وصار وصار تضني الأسعار وصار عندنا مشاكل في البطاطا وفي البصل ومن قدرناش نبيع البطاطا والبصل والبصل فرمون ناس في الأرض يعني خلوه في الأرض تحنوه وعملوا زبل في الأرض هاي تكاليف باهضة على المزارئين ومن هايش دفع ثمنها المزارئ إنه نص المزارعين مستطيعون يزرعوا ليش لأنه مش قادر يجيب صلر ولا قادر يجيب دواء ولا قادر لأنه شكات الناس أغلبها رجعت شو أهم المحاصيل اللي بتم زراعتها في فصل الخريف حالياً اللي بالشين فيه الملفوف والزهرة والبيتنجان والفلفل طبعاً كل الخضروات هاي هسا الناس صارت كسم من الناس صار يزرع على أساس متأمل إنه فيه المطر بكل مطر بادري بيخفف عن الكهرباء بيخفف عن الأدوية يعني فيه ناس بلجت يتجهس الأرض وبدأت تزرع طب الزراعة الخريفية لهاي المنتجات اللي ذكرتها هل فصل الخريف هو جزء مهم إلها ما بتنزرع مثلاً بالصيف أنا بدهم إياه وزي خرفنا عن هذا الموضع هاي طبعاً كل المزروقات اللي انت شايفها هاي بتنزرع في الصيف وبصير في الصيف بس شو بتصير؟ التكلفة عالية يعني انت مثلاً الكهرباء والمي حالياً النهار قصر صار مثلاً عشر ساعات اتناشر ساعة احداشر ساعة بدل ما تسكي خمس ساعة تصير تسكي ساعتين ونص تصير تسكي ساعتين فبيخف عليك استهلاك الكهرباء وبخف عليك وهاء يعني انت بجوز ملاحظ انتوا كانت تلفزيون ملاحظين انه فيه أرض شثيرة ضيها بعد حمار الصحابة مش كادرين يزرعها من كل من الضربات اللي اكلوها في المواسم اللي كبل هاي الموسم تمام يعني هاي المزرعات اللي هي الملفوف والباتنجان والبندورة ايضاً والفليفلي والعديد من الاصناف يعني بدها هذا الجو ايوه هذا الجو مناسب لهاي الزراعات اللي هي هسا انت اللي بتشايفها قدامك وهي بتوخذش يعني الكمية الاستهلاك والمصاريف زي تاعت الصيف هسا كانت الصيف كانت تعاني وجاب بندورة من تركيا وجابه والبندورة هسا طبعاً بيكون المزارع استغناء لان المزارع ما استغناش لانه دول من البندورة اللي كان فيه يلقت ميت كرتوني بلقت خمس كراتين أو سبع كراتين الميت كرتوني اربح من الخمس كراتين اللي بلقتين حسا حالياً طيب بعد يعني هذه المحاصيل وموسم يعني خلينا نحكي الزراع الخريفية شو الخطوات القادمة للمزارع حالياً احنا مكبرين على فصل الشتاء هاي يعني فيه بعض المزارعين بلشوا جهزوا للبطاطا والبصل طبعاً البصل انتوا كل بارف انه مكسور سوك وليهاية يعني بعض المزارعين بكلك يعني بدي ازرع انا ومتوكل على الله شو بيجيب شو بيجيب بده حسا ببلشوا يعني الناس يحرطوا وبدهم يجهزوا للبطاطا والبصل يعني هي الزراع الخريفية هي يعني نقطة مهمة بتمد أبناء شعبنا بالخضروات خلال فصل الشتاء كمان لأنه خلال فصل الشتاء بتكون زراعة ثانية نعم كنا عن هذا الموضع نعم هنا احنا كمنطقة رأس الفارع أسا بعد ما يخلص هايضا الملفوف والظاهر والبندورة والبيتنجان اللي هو موجود في هراس الفارع بخف انه بنزل في الغور أسا عنا اهنا بعد شهر 11 بصير برد في البرد طبعا الحاله بخف بيظلش اللي الملفوف والظهر والبكوليات والبطاطا والبصل هو أنا بيظل بس بنت كل على موقع ثاني اللي هو في منطقة الأغوار ومنطقة البكاعة بيكون الجو دافي في الغور بيكون الجو دافي هون في هاي المناطق شو بيكون في الشتاء برد برد الخضروات شو بتزرعوه هنا البطاطا وبصل وملفوف وظهر وسبانق وكسبر وبكدونس وماش بعد ذلك بقوليات كاملة طيب في ايش جزء مهم تحدثت فيه اللي هو ارتفاع الأسعار على الخضروات وهذا بيلامسه يعني أبناء شعبنا في الأسواق المحلية يحكينا عن سبب ارتفاع الأسعار في بعض الخضروات مش بالبعض في معظم الخضروات مرتفع يعني هو كله لأنه المجارع الفلسطيني لأنه المجارع الفلسطيني كان الضربات اللي أكلها المجارع اللي هي يعني ضربة الأسعار وكورونا اللي أجد تسكيرات والهاي أثرت كثير على الناس يعني مش كادر يجيب دواء ولا سماد ولا كادر تزرع حس ثلثين المجارعين في الصيف ما زرعوش ولا إيش يوكفوا الزراعة لأنه مش كادر لا يجيب دواء ولا كادر يجيب سماد ولا كادر يجيب كهرباء ولا كادر وأغلب مجارعين أغلبها قاعد تجيها بتباليغ لشركة الكهرباء طبعاً أمور حبس يعني كلت الزراعة في خلال الفصل الصيفي أدت الارتفاع على سعار الخضروات محمد أبو خزران رئيس مجلس رأس الفضل فيه شغلة أنا بس بدي نوع عليها إحنا ماشيين في سياسة الرئيس إزرع الأرض وحماة الأرض وطبعاً بتفاخروا فينا إننا إحنا من إزرع الأرض إحنا من ناشط الرئيس ورئيس الوزراء إنه هذول المزارعين اللي هم موجودين وصامدين على الأرض وثبتوا في الأرض إنه مستحقاتهم هم ما بدهم من الدول يجيبهم دعم بدهم المستحقات العائدات الضريبية التعويضات تبعاتهم شحن الكهرباء هذا اللي وعده يعني وعد ما فيه رئيس الوزراء إنه يخفض سعر الكهرباء للناس وهذه المنطقة هي الأساس الأساس للزراعة وانتكلت للمناطق الثانية شكراً محمد أبو خزران رئيس مجلس رأس الفارع واحد المزارعين على هذه التفاصيل نعم حسن وفرع والسادة المشاهدين إذن الزراعة الخريفية هي جزء مهم من حياة أبناء شعبنا إذ تكون هذه الزراعة الخريفية بتمديد أبناء شعبنا بالعديد من أصناف الخضروات خلال فصل الشتاء حالياً يتم قطف هذه المنتجات في فصل الخريف وتم بعض المزارعين تجهيز الأراضي لحرافتها لقدوم فصل الشتاء خلال أيام القادمة في منتجات مختلفة عن هذه المنتجات الموجودة حالياً يتم نقل هذه المنتجات زراعتها في منطقة الأغوار لأن التضاريس والأجواء تختلف عن هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر